تتواصل المتعة والإثارة مع استمرار منافسات بطولة كأس العالم 2022 في قطر اتقط على مباراة اليوم الكثير من الندية والإثارة وذلك لحساب المجموعتين الخامسة والسادسة البداية كانت من المجموعة السادسة حيث افتتح اليوم الرابع من مونديال قطر بمواجهة عربية إذ لعب المنتخب المغربي أمام نظيره الكرواتي وانتهت المباراة بالتعادل السلبي 0-0 أما المباراة الثانية فكانت لحساب المجموعة الخامسة ولعب فيها منتخب ألمانيا في مواجهة منتخب اليابان وانتهت المباراة بفوز اليابان بنتيجة 2-1 بنتيجة مذهلة ومفاجئة أيضا المباراة الثالثة والتي أعادتنا إلى المجموعة السادسة هي مباراة مثيرة لاهتمام بين إسبانيا وكستاريكا التي انتهت بنتيجة صاحقة لصالح إسبانيا 7-0 المباراة الرابعة والتي تختتم مباريات اليوم الرابع في كأس العالم 2022 ستكون لحساب المجموعة الخامسة وستجمع بين منتخبي بلفجيكا وكندا عند الساعة التاسعة من مساء اليوم للحديث عن مباريات اليوم اليوم الرابع من منديال قطر سينضم إلينا لاحقا المدرب محمد سمارة ولاعب كرة القدم براء قاسن ولكن قبل ذلك نبدأ الحوار مع الإعلامي بسام جابر مدير عام مجموعة بنت مساء الخير الزميل بسام جابر مساء الخير أستاذ شاكر أولا انتباعاتك حول مباريات اليوم بالذات نتيجة 0-0 المغرب وكذلك خسارة تلمانيا وفوز إسبانيا بنتيجة ساحقة 7-0 نحن أقول لك أنه صار واحد من كثر ما بشوف مباريات صار اليوم تبعه بدي أخلص قبل وقته من ناحة الطاقات اللي عنده بتحضر كمان مباراة وكمان مباراة صار واحد يتعب من كثر مباراة وكل المباراة تشيكة وتحب تشوفين فأنا من الصباح أنا بتابع مباريات ويعني بكثير حب وتلاحف وأكثر إشيء يعني جذبتني مباراة المغرب مع كرواتيا والحقيقة الحقيقة أنه أنا شفت بنيات المباراة شفت اللاعبية المنتخب المغربي زي المبسوطين ويكي أنه طلعوا بتعادل بس أنا شعرت أنه هم كان لعبوا ضد منتخب كوي جدا كرواتيا نائب بطل العالم فأنا شفت أنه يعني المغرب لعبة لها درج منيح اللي قدرت تفوز بالمباراة ومش شيء كبير عليها كان على فكرة يعني اللاعبين العرب صاروا مليون الفرق الأوروبية وغير الأوروبية ويعني موجودين بكل محل تقريبا وبتقدموا هيك اليوم يعني أنا بشوف الحقيقة بشوف بين سبورتس يوميا بشوفهم أي فريق تشوفه بتلاقي فيه إلا تلاقي فيه عرب من أسميهم يعني تعرفهم فمباراة اليوم بين المغرب وكرواتيا كانت مباراة شيكة جدا بس شو المشكلة؟ المشكلة أنك أنت بتمتخف إذا أنت بتأيد فريق معين منتخب معين وتكون تبقى فيه وكل ما يعني يكون بحالة خطر هاي حالاوة كروة مستديرة يعني الواحد يعني الواحد يعني شو النتيجة بالنهاية يعني كانت مفاجأة ومفاجأة ألمانيا هل تتوقع خسارة ألمانيا مع منتخب اليابان؟ طلع شو يقولوا عنا؟ فيش حد أحسن من حد المصريين بيكونوا يعني يعني الارجنتين خسرت أمام السعودية وهيها ألمانيا يعني احنا بنحكي عن منتخبات اللي كانت مرشعة على الفوز بكأس العالم الارجنتين وألمانيا في الوقت الحاضر فلع ما توقعتش وهو يعني نتيجة غريبة وشو يعني الأشياء يعني بتصير النتائج وكانوا إشي عادي أنا حسب رأيي كثير مهم منه العمل المنديال بكطر بس بجملة واحدة كثير مهم من المنديال العمل بكطر بالنسبة للعالم العربي حسب رأيي هذا المنديال رح يسبب باندفاعه للمنتخبات العربية مش بس بكطر والدول الخريجي لن المنتخبات العربية كلها رح تتقدم أكثر أنا أريد أن أسرك عن منتخب ألمانيا بالذات أنت كنت في منديال إسبانيا 1982 صحيح؟ وهناك حدثت مفاجأة كبرى عندما فاز المنتخب الجزائري على منتخب ألمانيا 2-1 2-1 رباح ماتجر بعدها لعبه صار يضيعه بوقت منتخب ألمانيا والأخضر من اللومي يعني نذكر هذه الأسناء متجير أعتقد كان واحد كما نسموه إذن 2-1 يعني اليابان كرروا الموقع مع منتخب ألمانيا لا بس هناك كان نوع من اللؤم معين خصوصا أنه بعد آه تتحدث عن نتيجة معينة آه لأنه بعد بعد ما بعد ما تسجلت هذه النتيجة صارت مباراة بين بين ألمانيا وبين النمس أعتقد وصار يضيع وقت وبعدها غير كيف حالهم للنتيجة آه بعدها الفيفا غيرت كوانين كرة القدم من يومتها بدت ممنوع أنه يرجع طابل طب رود سؤال أخير رود أنا سألتك عن مباراة بلجيكا وكندا الليلة كيف سوقعتك طبعا يعني على الورعك بتقدر بلجيكا لازم تفوز ويكي ولكن حسب تصريحات الولاي الكنديين يقولون أنه إحنا راح نفاجأ إحنا راح نكون مفاجأة كل الموسم كل المونديال وكل راح نغلب وكل راح نكون مكان متقدم جدا في النهائي نهايات كأس العالم سنتواصل مع المونديال مع الضيفين هلذين سيدخلان الآن إلى الأستودي شكرا لك أبا سام جابر شكرا لك مدير عام مؤسسة بن عرم شكرا شكرا